مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب هنكمل مع بعض الجزء الثاني من الحلقة اللي بدأتها الإسبوع اللي فات عن مجمع نقية سنة 325 وتحت عنوان مجمع نقية المفترة عليه لا يجد المعترضون على لهوت المسيح وسيلة وطريق للطعن في لهوت المسيح إلا ويأخذوه إلى نهايته بمعنى أنهما بيدوروا على أي طريقة يحاولوا فيها يتعانوا في لهوت المسيح ارجعوا مرة للكتاب ومرة لتعليم العهد الجديد ويقتبسوا آيات بدون سياق من غير سياقها ويقولك أهو المسيح والعهد الجديد ما دعاش إنه هو الله المتجسد وطبعا كل هذه الأشياء مرضود عليها ومردود عليها بكثافة جدا وهنا في حلقة في برنامج عبر كتاب ردينا مرات ومرات ومرات على هذه الإفتراءات لكن واحدة من الطرق هو الطعن في مجمع نقية والبعض بيذهب إلى أن مجمع نقية هو الذي اخترع الثلوس ولهوت المسيح والتجسد وهذه العقائد لم تكن عقائد أصيلة في الإيمان المسيح لكنها عقائد استحدثت من أباء القرن الثالث أو الرابع وبالأخص من البابا أليكسندروس وتلميزه الشماس أثاناسيوس ولأنه الاثنين دول كان لهم قدرة على الإقناع هم الذين أقنعوا مجمع نقية ويس وبخروج قرارات توافق العقيدة التي يؤمنون بها لكن العقيدة أساساً الثلوس والتجسد ولهوت المسيح ما نجدهاش في لا تعليم أباء الرسل ولا تعليم الرسل ولا تعليم حتى الرب يسوع والأناجيل عش كده خلونا ناخد أول فيديو نشوف بلورة لهذا الفكر ونرجع نعلق على هذا الكلام كتابات الأباء الرسوليين خالية تماماً من عقيدة الثلوس خالية تماماً من عقيدة الثلوس يعني إيه اللي عايز أقوله؟ يعني كل الأباء ما كانوش بيعلموا عن الثلوس ومعرفوش حاجة عن الثلوس ومساور الآف الجوهر ونور من نور وإله حق من إله حق دي كلها حاجات اخترعت أو جات مع مجمع نقية لكن الأباء اللي قبل كده ما معلموش عنها ولا قالوا حاجة عنها هل الكلام ده حقيقي؟ هل فعلاً ما يقوله هنا حق؟ ولا هو مجرد افتراء وده لها نشوفه هنشوفه في الحلقة النهار ده كما؟ الثلوس ولا تحتوي على عقيدة التجسد ولهوت المسيح بشكل واضح كما تم من نصف يعني خالية تماماً من الثلوس تماماً من الثلوس أما بقى عقيدة التجسد ولهوت المسيح فهي موجودة بس إيه؟ مش بشكل واضح يعني مش بشكل واضح يعني أنت فهمت فهمت أنها موجودة وعرفت أنها موجودة بس مش بشكل واضح ولا اللي قالوا مفهوش وضوح أنا مش فاهم يعني هل عقيدة مش واضحة ولا الكثرة بتاعة التعليم هي اللي مش واضحة جميل اللي واضح كما تم النص عليه في عصر المجامع يعني آه يعني هو دلوقتي بياخد المجمع نقية وبياخد القرارات المجمع نقية أو قانون الإيمان في مجمع نقية هل قانون الإيمان دوا الذي يعني أقرته الكنيسة في مجمع نقية وضح ما لم يكن واضح من قبل ولا لأنه الأمر كان واضح من قبل فبالتالي هو تبلور في هذه الصيغة يعني هل العبارات اللي تقالت على فكرة لو درسنا كل عبارة في قرار الإيمان أو قانون الإيمان النقوي هنجد ليها صدى كبير جدا في تعليم الأباء وفي تعليم الرسل وفي العهد الجديد وحتى في تعليم الرب يسوع بس ده الإدعاء السؤال اللي دايما بيطرح نفسه ماذا كان إيمان أباء الكنيسة عن لهوت المسيح قبل مجمع نقية إيه هو إيمانه؟ هل كان إيمانهم عن لهوت المسيح مجرد شيء مش واضح؟ يعني هل هو الكلمة المتجسد؟ هل هو نور من نور؟ هل هو إلهان حق من إله حق؟ هل هو مساور الآف في الجوهر؟ ولا دي كلها ما كانتش موجودة؟ هل المسيح هو كلمة الله الأزل المتجسد؟ ولا دي ما كانتش موجودة؟ هل التجسد كحقيقة تاريخية علم عنها أباء الكنيسة؟ ولا لا هنشوف الكلام ده لأنه الكلام ده مهم جدا وأكتر حاجة تضحط كلام هؤلاء أو هذا الافتراء هو الرجوع إلى تعليم الأباء أنا في الحلقة اللي فاتت رجعت إلى بعض تعليم العهد جديد وخدت يمكن واحد أو اتنين من أباء الكنيسة الأوائل الأولين لكن خليني أجي إلى كلمنا عن أغناطيوس الأنطاقي بكثرة المرة اللي فاتت وممكن حضراتكم ترجعوا إلى الحلقة اللي فاتت لكن أنا أكمل عن بولي كارب لأنه المرة اللي فاتت وقفت عن بولي كارب بولي كارب كان تلميذ للرسول يحنى الحبيب وهو يعني من سنة تسعة وستين ولد سنة تسعة وستين ميلادية وعاش إلى سنة مية خمسة وخمسين ميلادية يعني كان معاصر للكنيسة الأولى يمكن اتولد بعد موت بوترس وبوليس سنة أربعة وستين أو خمسة وستين لما حكم عليهما بالموت لكنه كان معاصر للبقية وبالأخص لحبيب يحنى الحبيب الذي نفيا في آخر أيامه إلى جزيرة باطموس يقول لنا أي بولي كارب في كتاباته الآن الله أبو ربنا يسوع المسيح ورئيس الكهنة الأزلي بنفسه يسوع المسيح ابن الله يبنيكم في الإيمان والحق وبيكتب للمؤمنين في كنيسة بيقول لهم الآن الله أبو ربنا يسوع المسيح وربنا يسوع المسيح هذا هو رئيس الكهنة الأزلي سفة الأزلي دي لا تعطى إلا لله لا يوجد أبدا لا شيء مدي أو شيء كيان أزلي إلا شخص الرب الله هو الأزلي الأبدي ورئيس الكهنة الأزلي بنفسه يسوع المسيح ابن الله يعني إيه ابن الله يعني إيه التعبير دو هل التعبير دو ابن الله يعني مساوي للأب من نفس طبيعة الأب من نفس جوهره بعدين يقول لنا إذا كان الرب خضع للعالم وضع نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب من أجل نفوسنا على الرغم من أنه رب العالم كله خضع للعالم بالتجسد عندما وضع نفسه لكي ما يصلب فحكم عليه اليهود والرومان بالصلب لكنه في نفس الوقت هو رب العالم كله يعني إيه رب العالم كله ومين هو رب العالم هل هنا أشارة للخل هل هنا أشارة للربوبية نيجي كمان إلى جاستين مارتر حنا خدنا دلوقتي يعني أباء كانوا عايشين من النص الأول للقرن الأول النص الثاني للقرن الأول إلى النص الأول للقرن الثاني ونيجي هنا أباء للقرن الثاني جاستين مارتر قال لنا إيه جاستين مارتر هو يعتبر واحد من أعظم المدافعين عن الإيمان المسيحي في القرن الثاني الميلادي وبالأخص فيما يتعلق بلاهوت الكلمة ده مسميه Logos Christology كلمة Logos يعني كلمة كريستولوجي اللي هو الكلام عن المسيح حيث أكد مارتر في كتاباته على لهوت الكلمة شخص يسوع المسيح الذي هو الله المتجسد طب قال لنا إيه يقول لنا كذا فالكلمة كان موجودا قبل التجسد طب ما ده معروف وده اللي نادى به الرسول يحن وده اللي قاله رب يسوع له كل المجد ألم يقل رب يسوع في يحن تمانية تمانية واربعين قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ألم يقل هذه الكلمات ألم يقل الرسول يحن في أصحح واحد وفي عدد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ده اللي قاله كتاب فالكلمة كان موجودا قبل التجسد وقد تكلم من خلال الأنبياء في العهد القديم الله من خلال الكلمة كان هو المتكلم الله بعدما كلم الأباء قديما بالأباء بالأنبياء وبأنواع وترك كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه آه في ابنه متجسدا كما أنه قال بأن زهرات الله في العهد القديم هي في الحقيقة زهرات للرب يسوع واللي يدرس الكريستولوجي ويعرف جيدا أن واحدة من الأمور المهمة لدراسة العقيدة لهوت المسيح هي زهرات الكلمة الإبن في العهد القديم وأنا في كتاب المسيح من هو هذا الكتاب فيه أكتر من فصل عن براهين لهوت المسيح من كلام المسيح نفسه مما قاله يسوع عن نفسه وما قاله وأعلنه عن نفسه وسجل لنا في الأنجيل الأربعة فيسوع هو الحكمة في سفر الأمثال تمانية أيوة كما أن العبارات التي قالها الله مثل نعمل على سورتنا كشبهنا تشير إلى الثالوس الأقانيم الثلاثة وتيجي واحد يقول لي آه أصل عقيدة الثالوس غير موجودة تماما في كتابات الأباء الرسولين ما عربش هل بتعتبر يعني جاستين مارتر واحد من الأباء ولا لأ حتى ده إشارته لثالوس بيرجع إلى سفر التكوين نعمل الإنسان على سورتنا كشبهنا إشارة إلى الأقانيم الثلاثة سواء تختلف معه أو تتفق معه مش هيد النقطة النقطة اللي أنا عايز أقولها أنه هو بيؤكد على الثالوس الآب والابن الروح القدس وهذه التعليم موجودة في الإيمان المسيحي كعقيدة أساسية ثابتة اسمحوا لي أولا أن أعدد النبوات التي تؤكد أن يسوع دعي الله ورب الجنود كم مرة في الكتاب مؤدس دعي يسوع بالله أنا عندي لسة طويلة هنا في الكتاب من العهد الجديد بيأكد العهد الجديد على ربابوية الرب يسوع لأجل هذا تشهد هذه الكلمات صراحة أن يسوع يشهد له من الآب على أنه يستحق العبادة مثل الله من يكرم الابن يكرم الآب ومن يكرم الآب يكرم الابن يرجع على يوحن خمسة يوحن خمسة أصحح كامل يكلمني عن الابن الذي له الإكرام الابن الذي هو ديان الابن الذي سيقيم الأحياء والأموات بكلمة الابن الذي وجوده سابق لتجسده الابن الذي يشهد له الآب والروح القدس نصوص واضحة لا محتاج تأويل ولا محتاج توضيح هي مفسرة نفسها بنفسها ماذا عن القديس إيريناوس اللي من سنة 130 إلى 200 ملادي احنا لسه بنتكلم في القرن التاني لسه بنتكلم في القرن التاني لكن قبل ما أكمل الجزء ده خلينا ناخد الفيديو التاني اللي بيقولك أنه العقائد اللي تم منقشتها في مجمع نقية كانت عقائد مختلف عليها بين المسيحيين ولم تكن موجودة لا في تعاليم المسيح ولا في تعاليم الرسول شوف الفيديو التاني نرجع نعلق عليه كذا نستطيع أن نقول أن كل العقائد التي تم منقشتها في المجمع المسكونية كانت محل خلاف بين المسيحيين أنا ما عرفش الثقة اللي بتكلم بيها دي مبنية عليه يعني دي مشكلة الإخوة المسلمين بيكلم بثقة رهيبة يعني كل العقائد اللي أقرتها المجاعة كانت عقائد مختلفة عليها أنا قادر أقول كل العقائد التي أقرتها المجامع كانت عقائد موجودة لكن تم تم من بعض الأفراد التعدي عليها ولكن ليس مختلف عليها كمل ولم يكن ولم يكن عليها اتفاق أو إجماع هذه نقطة في غاية الأهمية وهكذا نكرر أن هذه العقائد لم يتم اختراها في المجامع المسكونية ولكن يجب على المسيحيين إثبات أن هذه العقائد التي كانت واضحة عند البابا أليكزندروس وعند الشماس أثاناسيوس يعني واضحة عند اتنين بس خلي بالكم واضحة العقائد دي عند مين عند اتنين مع أن احنا عملين نجيب اقتباسات من بداية من النص الأول النص الثاني للقرن الأول جناتيوس وجاستن مارتر وبولي كارب وإلى آخر لكن هو هو بس عارف جاب الاتنين دول لأن الاتنين دول هما اللي كانوا متكلمين ومعبرين عن الإيمان المسيحي ومدافعين عن العقيدة في مجمع نقية ضد أريوس فهو عايز يوهمك أن العقيدة دي هما الاتنين دول كانوا مقتنعين بيها وعارفين ها إنما الباقي ما كانش عارفها أو خلينا أقول أن هما الاتنين دول هما اللي اخترعوها ولأن هم كانوا متكلمين وبارعين ومقنعين أقنعوا مجمع نقية بيها فصار النورم أو الطبيعة أن الكنيسة قبلة هذه العقايد كعقائد مسلم به ده اللي عايز اقنعك به لكن ما يجيب لك مثلا أن العقيدة دي علم بها أغناتيوس والعقيدة دي علم بها بولي كارب والعقيدة دي علم بها إيريناوس ولا جاستن مارتر ولا تيرتليان ولا حد تاني من أباء كنيسة كمل كانت واضحة أيضا عند الآباء الذين جاءوا قبلهم عند آباء ما قبل نقية فإن وضوح هذه العقايد عند البابا أليكزندروس والشماس أثاناسيوس لا تعني أن هذه العقايد أصيلة وعلم بها شفتوا وجودها عند أثاناسيوس وأليكزندروس لا تعني أنها أصيلة بمعنى إيه بمعنى هم اللي اخترعوها هي ليست قديمة بقدم الرسل وليست قديمة بقدم المسيح وليست قديمة بقدم الأباء الأولين هم اخترعوا اثنين دول دول وحشين جدا الاثنين دول أشرار اخترعوا العقيدة دي ولكن هذه العقيدة لم تكن عقيدة أصيلة عند الأباء الأولين كم المسيح عليه السلام وتلاميذ المسيح عليه السلام لابد من إثبات رسولي لابد من إثبات أن هذه العقائد عقائد علم بها الرسل الأولين تم ما احنا عملين نسبة أنا أتمنى بقى تطلع فيديو تقول لي بولي كارب وتقول لي أجناتيوس وتقول لي جاسن مارتر وتقول لي إيريناوس وتقول لي أوريجانوس وتقول لي ترتليان وتقول لي الأباء الأولين قالوا مش ترمي كلام وخلاص كمل هذه العقائد بمعنى أن أثناسيوس وأليكزندروس استلم هذه العقائد من الأباء الذين جاءوا قبلهم وهذا لا يمكن إثباته وهذا يعني اللي أنتو هتعملوه ده أنتو فاشلين فيه يعني اللي أنا ما أعمله النهاردة ده ده لا يمكن إثباته ليه عم اللي يمكن إثباته هل لأنها مش موجودة هل لأن تعليم الأباء الرسل ما قبل أباء ما قبل نقية لم يعلموا عن الثلوس ولم يعلموا عن التجسد ولم يعلموا عن لاهود المسيح أنت ليه ليه بتعجزنا لكن ده مجرد كلام مجرد مجرد كلام فرقعات أتحدك أنك ترجع ليه كتابات أباء ما قبل النقية وهي متوفرة وتشوف قاله إيه عن الثلوس وتشوف قاله إيه عن التجسد وتشوف قاله إيه عن لهوت المسيح وأنا بحاول النهاردة أقدم جز وليس الكل بتابل الوقت قدمت عن أجناتيوس معرفش تقبله وما تقبله قدمت عن بولي كارب تلميز يوحن معرفش هتقبل كلام ولا قدمت عن جاستن مارتين اللي هو بيعتبر أحد المدافعين عن لهوت الكلمة Logos Christology وهكلمك دلوقتي عن الباقي ماذا قال إيه من 130 ملدية إلى 200 ملدية ماذا قال ولد إيه في أسيا الصغرى في تركيا وقد كان تلميزا للقديس بولي كاربوس اللي هو كان تلميز ليحن الحبيب يعني يحن وبعدين بولي كاربوس وبعدين من القديس إيريناوس وقد نصب أسقفا لليون اللي هي فرنسا سنة 177 من أشهر كتاباته هو ضد الهراتقة والذي كان يرد فيه على البدعة الغنوسية وخلال هذا أكد إيريناوس على إن الله موجود كأب وإبن وروح قدس وهو خالق السماوات والأرض من لا شيء بكلمته وبروحه جبت الكلام ده منين يا أسيس أشرف ما أنت كمان هتألف لا أنا مش هألف أنا هجيب لكم النصوص اللي قالها بالزبط إيريناوس يقولي في البدء كان الكلمة عند الآب عندنا الكلمة وعندنا الآب الله الآب لم يكن الآب هو الذي عند الكلمة فعلى الرغم من كون الكلمة هو الله كون الكلمة من حيث الجوهر هو الله إلا أنه كان عند الله إذ هو إله من إله العبارة دي مش جات في قانون الإيمان إله حق من إله حق ممكن تفسلي بقى العبارة دي ما أنت عمل تطعن وعمل تتكلم بثقة وبتتكلم بصيغة المطلق أنه لا يوجد ولا يوجد ولا يوجد ولا يوجد وعلى المساحيين أنهم يثبتوا طيب ممكن بقى تردلنا على العبارة دي ممكن توضح لنا يعني إيه في البدء كان الكلمة عند الله الأب ممكن توضح لنا تقول لنا فعلى الرغم من كونه من كون الكلمة هو الله يعني إيه الكلام ده إذ هو إله من إله يعني يعني إذ هو إله من إله نجيب تاني الإبن الكلمة هو الله إيه ده ده قاله إرناوس صدقني قاله إرناوس قال لنا كده الإبن الكلمة هو الله وهو الخالق طب جابهم منين ده جابهم من يحن واحد واحد إلى ثلاثة إنجيل يحن أصحح واحد من عدد واحد إلى على الثلاثة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله أو مش جابه منك جابه منك كل شيء به كان بمين بالكلمة كل شيء يعني كل شيء كل شيء ما يرى وما لا يرى وبغيره لم يكن شيء مما كان يعني بدونه ما فيش حاجة تبقى موجودة عش كده قال لنا إرناوس الإبن هو الكلمة هو الله وهو الخالق وبنى كلامه على يحن واحد من واحد إلى ثلاثة زي ما قال لنا إذ هو إله من إله إله من إله آه العبارة دي هعلم عليها كده عشان إيه تبقى واضحة لحضرتك ده مين لقالها مرة تاني إرناوس وإرناوس ده كان سنة كام مية وثلاثين إلى متين ميلادية كمل الآب هو الله والإبن هو الله لأن من ولد من الله فهو الله إيه ده يا عمي الكلام ده إيه ده إيه ده وتيجي حضرتك تقول لي إن عقيدة الثلوس إن كتبات الآباء الرسل تخلو تماما تماما من عقيدة الثلوس الآب هو الله والإب هو الله لأن من ولد من الله فهو الله مساوي للآب في الجوهر عدم قبولك للحق ده أو عدم فهمك لي لا يعني عدم وجوده لازم نفرق فلا يمكن أبدا أن تنكر وجود هذه النصوص الواضحة جدا عند أباء ما قبل نقية بهذا الوضوح وبهذا وبهذه الكثافة طيب ابن الله صار ابن الإنسان يسوع المسيح إله حق وإنسان حق وهنا بيأكد الحكتين بيأكد لهوت المسيح زي ما بيأكد نسوت المسيح مولود حسب الجسد لكن غير مخلوق نكمل يولينا إيريناوس أيضا المسيح هو نفسه كلمة الله الذي تأنس أخذ جسد إنسانيتنا وأخذ سلطان مغفرة الخطايا والمسيح غفر الخطايا ارجع إلى إنجيل مرؤس أصحاح 4 لما قال المفلوج لك أقول كم مغفورة لخطاياك احمل سريدك ومشي واليهود قالوا هو مين دو لأنه لا يخفر الخطايا إلا الله هنا القديس إيريناوس بنى هذا على كلام المسيح نفسه على إعلانات المسيح نفسه في الأنجيل المسيح هو نفسه كلمة الله الذي تأنس والذي وأخذ سلطان مغفرة الخطايا لقد كان إنسانا وكان إلها بحيث أنه تألم من أجلنا كإنسان وكما أشفق علينا كإله تألم مثلنا كإنسان جرب في كل شيء مثلنا لكن بلا خطايا لكنه كان يشفق علينا ويحبنا كإله ده 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 كلام اتقال في القرن التاني الميلادي والعبارات اللي اتقالت هنا مبنية على الأنجيل مبنية على إعلانات المسيح نفسه عن نفسه مبنية عن إعلانات العهد الجديد عن الرب يسوع نروح إلى سيغونسوس الأسكندري أحد رؤساء مدرسة الأسكندرية في عهد البابا ديونيسيوس الكبير قال لنا إيه وأنا عايزك بقى تفصلين الكلمات دي الراجل ده مات قبل مجمع نقية يمكن بحوالي أربعين سنة أو خمسين سنة قال لنا إيه جوهر الإبن ليس جوهرا غريبا من صنع أحد ولا هو وجد من العدم بل قد ولد من جوهر الآب مثل الشعاع من الشمس هنا ده بيوضح لي الثلوس هنا ده بيأكد لي على لهوت المسيح وبيأكد لي على الثلوس وبيشرح لي الاتنين مع بعض فبيقول لي إنه جوهر الآب مثل شعاع بل قد ولد من جوهر الآب مثل الشعاع من الشمس الشعاع الخارج من الشمس ده أن المسيح جوهره ليس غريبا من صنع أحد ولا وجد من العدم بل هو مثل الشعاع الخارج من الشمس أو مثل مجرى الماء الطيار ماء الخارج من الينبوع فالشعاع ليس هو الشمس نفسها لكن وكذلك المجرى ليس هو الماء نفسه ولكن كلاهما لا يختلفان عن المصدر من حيث الجوهر يعني يعني هل الجوهر شعاع الشمس يختلف عن الشمس لا من نفس المصدر من نفس الجوهر عش كده فالابن هو انبعاث أو فايد من جوهر الآب ومع هذا يظل جوهر الآب دون تقسيم يعني الابن ليس جزء من الآب مش مقسوم عن الآب لكنه من نفس جوهر الآب هنا بنجد ايه هنا بنجد شرح وتوضيح لثلوس وزي ما قلت عدم فهمك لهذه العقيدة لا يعني عدم وجودها فوجودها أصيل مع وجود المسيحية كليموندوس الإسكندري ده كان سنة 150 ل215 ده كان موجود في القرن الثاني ماذا قال هذا القديس عن لهوت المسيح وعن الابن يعتبر أحد رؤساء مدرسة الأسكندرية هو أحد رؤساء مدرسة الأسكندرية وكان وثنيا ثم اعطنك المسيحية وتتلمز على يد العلامة بن تيونوس عين كهنا وتسلم رئاسة مدرسة الأسكندرية لهوتية بعد معلمه بن تيونوس لقب أبو الفلسفة المسيحية من كثرة كتاباته ومعرفته وقد كان أوريجانوس أحد تلاميذه يعني ده كان معلم أوريجانوس كبير ماذا قال قال الابن الكلمة هو الله وهو الخالق ودي قالها برضو قبل كده إرناوس أكد نفس الحقيقة ورجع إلى يوحن واحد ثلاثة الباب بقى أليكزندروس وده اللي هو بيكلم عنه كتير في فيديوهاته إنه هو دون مخترع هذه العقيدة وإنه هو دون الذي دفع مجمع نقية مع أثاناسيوس إلى قبول اقتناعاته عن الثلوس وعن رب يسوع هل الأول نشوف هو قال إيه لأنه اللي قاله أيضا مهم ومبني على ما قيله من الأباء الرسل الأولين نحن نؤمن برب واحد يسوع المسيح الإبن الوحيد المولود من الله الآب وهو ليس مولودا مما لم يكن نفس اللي قاله إرناوس اللي جي من مية وثلاثين إلى مية وإلى سنة مئتين ميلادية نفس الكلام أنه ليس مولودا مما لم يكن يعني ما ظهرش فجأة يعني ما كانش فيه وقت من الأوقات الإبن غير موجود وما كانش فيه وقت من الأوقات الكلمة غير موجود فنحن نؤمن برب واحد يسوع المسيح الإبن الوحيد المولود من الله الآب ولم يكن هناك وقت من الأوقات الله الآب بدون كلمة ولم يكن هناك وقت من الأوقات الله الآب بدون روح ولم يكن هناك وقت من الأوقات الله الآب بدون حكمة الكلمة أزلي مع الآب والله روح أزلي إذا كان الإبن هو الكلمة والحكمة والعقل بالنسبة لله ده كلمة لوجوس فكيف يمكن أن يكون هناك زمن لم يكن فيه موجودا هل الله كان في وقت من الأوقات بدون كلمة؟ هل الله كان في وقت من الأوقات بدون روح؟ هل هناك وقت من الأوقات كان الله بدون عقل؟ مش ممكن فكيف يمكن أن يكون هناك زمن لم يكن فيه موجودا هذا يستوي مع قولهم بأن هناك وقتا كان الله فيه بدون حكمة وبدون كلمة مش ممكن أبدا الكلمة أزلي مع الآب الكلمة أزلي منذ الأزل والله روح منذ الأزل فيما يتعلق بالمسيح ماذا نؤمن نحن ككنيسة فيما يتعلق بالمسيح؟ نحن نؤمن كما تؤمن الكنيسة الرسلية هكذا بأبن واحد غير مولود الله موجود منذ الأزل موجود بذاته له وحده دون آخر علة وجوده لأن كل من لم يكن موجودا في وقت من الأوقات فهناك سببا أوجده لكن الله موجود منذ الأزل وهو وحده علة وجوده بمعنى أنه موجود بذاته غير متغير وغير قابل للتغيير ونؤمن أيضا برب واحد يسوع المسيح زي ما رسول بوليس حطها أب واحد رب واحد وروح واحد هنا نفس الكلام اتحط بنفس الألفاظ ونؤمن أيضا برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب ليس هو مولودا مما لم يكن بل من الآب فولادته ليست بطريقة مادية ولم تكن إلا بالقطع ولا بالانقسام يعني ولادة الابن لم تكن بقطع جزء من الآب ولا بالانقسام عن الآب لكن بطريقة غير مادية لا ينطق بها أنه من الآب الابن المولود من الآب الكلمة الخارجة من فم الآب ده كلام واضح وده كلام شفناه في أباء الكنيسة الأولين وكل على فكرة عباراتهم إذا رجعنا للعهد الجديد هنجد هذه العبارات هي نفسها مقتبسة من العهد الجديد كلموندوس الروماني من 150 ل215 شفنا كلموندوس الأسكندري ده نشوف الروماني الإيه بقى يعتبر واحد من أبرز وأشهر معلمي مدرسة الأسكندرية في القرن الثاني اهتم بالفلسفة والأدب والشعر كما أنه كان ضليعا في الكتاب المؤدس فاستشهد بنصوص من العهد القديم والعهد الجديد أكتر من 3500 مرة فقط تعليم كلموندوس عن اللوجوس كثير من أسلافه ونحن نتكلم فين نتكلم خلوا بالكو في سنة 150 إلى 215 فاللوجوس هو الخالق والمحرك الأول لظهور العظمة الإلهية في العهد القديم طيب قال لنا قال لنا الكلمة اللوجوس صار جسدا وبهذا أزاح السطار عن الغموض الذي كان يكتنف سر الله كده والله كان سر في أشعياء يولينا عن الرب أنه أنت محتجب يا الله آه الله أعلن لنفسه كثيرا في العهد القديم وكانت هناك ظهرات وإعلانات مباشرة ومعجزات وآيات صنعها الرب أعلن فيها عن نفسه لكن مازال هناك كان حجاب محتجبنا الله عن الإنسان فالإيه لكن في العهد الجديد أعلن الله نفسه بكماله في الإبن فالإبن لقنوم الثاني من الثلوس يبقى هنا فيه إيه؟ فيه لقنوم الثاني وفيه كلمة الثلوس وده بتعود لإيه؟ بتعود للقرن الثاني ماذا كده يجي يقولك إيه؟ أن التعليم عن الثلوس أن كتابات الأباء رسو خالية تماما من التعليم عن الثلوس وهنا بنقول والإبن الإقنوم الثاني من الثلوس هو فوق كل خليقة والحكمة والمعرفة والحكمة والمعرفة والحقيقة أن اللوجوس الذي يتنبأ والذي يحكم والذي يدرك كل أشياء يعني حتى الله كان في العهد القديم بكلمته وتحدث إلى مع الأنبياء بكلمته الكلمة هو المعلن لله الآب فلا أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب فالإبن هو أزلي أبدي سرمدي معرفة الآب الحقيقية متوقفة على الإبن مش ممكن حد يعرف الآب من رآني فقد رأى الآب أنا والآب واحد ده اللي قاله الرب يسوع معرفة الآب الحقيقية متوقفة على الإبن لا يستطيع أحد أن يعرف الآب بدون الإبن وعش كده في وحدة متلازمة وفي تطابق كل الإبن يعرف الآب ده جابها من ماتة 11 ويراه يعمل لدلك ليس بإمكانها أن يصنع شيئا دون هذه المعرفة تحد الآب بالإبن الإبن يعرف الآب زي قلت لحضركم هذه العبارات هي عبارات العهد الجديد هي عبارات الرب يسوع نفسه التي قالها وأعلنها عن نفسه وعش كده أنا حاب أقرأ جزء لحضراتكم يمكن مش موجود على الباربوينت لكن من متى 11 نشوف كلام الرب يسوع نفسه عشان ما نجيش حد يقول لنا إيه التعليم عن الثلوس والتعليم عن لهوت المسيح هي أمور يعني مستحدثة يقول لرب يسوع هذه الكلمات في متى 11 وفي الأعداد من 25 في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفقهاء وعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المصر أمامك كل شيء قد ضف علي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الإبن إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له لا أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب ومن أراد الإبن أن يعلن له معرفة متساوية بين الآب وبين الإبن يقول لنا أيضا فالمسيح الكلمة الذي هو إبن الله واحد مع الآب بمقتدى مساواته له في الجوهر مساوي له في الجوهر دي عبارة أديمة دي بترجع إلى 150 ميلادية وبترجع إلى كتابات ما قبل 150 ميلادية وهو أبدي وغير مخلوق يقول أيضا إكليموندوس عن الإبن اللوجوس هو المربي والسيد وملك إسرائيل هو الذي ظهر فعلا لموسى ده ما ظهر له في العلية وظهر الأنبياء أنه الله وأنه السيد كوريوس كما يلخص لنا كليموندوس هدف التجسد فيقول لقد تجسد المسيح ليعتقنا من الخطيئة متخزا جسدا بشريا مولودا من عزراء مائتا على صليب قاسما من القبر منتصرا على الموت إيه ده كله ده ده كله موجود أحبائي عند الأباء الرسل ما قبل مجمع نقية بأكتر من 150 سنة شكده ما نصدقش أي كلام يتقال ما نصدقش أي كلام يتقال مش أي كلام يتقال في فيديوهات طعنا في المسيحية نصدقه طيب نيجل ترتليان ترتليان ده واحد من الناس العظماء جدا وكان إمتى ترتليان كان من 160 إلى 230 ملادية برضو بنتكلم فين بنتكلم على الجزء الثاني من القرن الثاني هل قال لنا حاجاته عن الثلوس وهل هو يعتبر واحد من أباء ما قبل النقية طبعا النقية كانت 325 يعني هو مات غالبا قبل النقية بحوالي 100 سنة مية خمسة واشرين أو 95 سنة تقريبا 95 سنة قال لنا أي هو أول حاجة عنه ترتليان أنه ولد في عائلة وثنية في مدينة كارتاجا كويس في طبعا دي بتعتبر شمال أفريقيا أتقن اللغة اليونانية واللاتينية ودرسها المحماء قبل الإيمان المسيحي إبل المسيح سنة 97 وأصبح من أشهر الأباء واللهوتيين الغربيين اللاتينيين المدفعين عن الإيمان هو أول من استخدم لفظ ثلوس كلفز ولكن ليس كعقيدة كويس في الحديث عن الله وأكد على أن الله واحد في الجوهر مثلس الأقنيم الآب والابن والروح القدس طيب يميس ترتليان اتحاد طبيعتي المسيح دون تحول أو اختلاط أو امتزاج وده اللي أكدوا المجامع فالمسيح كان إلها وإنسانا وكإله صنع المعجزات والعجائب وكإنسان جاعة وعطشة وتعب وتألم وبكى وإحنا كلنا عارفين الحقيقة دي عش كده يقول لنا إيه نحن نؤمن برب واحد يسوع المسيح الابن الموحيد المولود من الله الآب المولود من الله الآب وليس مولودا مما لم يكن بل مولودا من الآب نفس العبارات اللي اتقلت قبل كده أنه لم يولد المسيح من شيء لم يكن موجودا لكن مولود من الآب لأنه ده بيؤكد أزليته وبيؤكد طبيعة جوهره في البدء كان الكلمة عند الله الآب لم يكن الآب هو الكلمة الذي عند الكلمة فعلى الرغم من كون الكلمة هو الله إلا أنه كان عند الله إذ هو إله من إله نفس الاقتباس اللي خدنا قبل كده وعدين يقولين قد تعلمنا أن الابن خرج من عند الله الآب وبخروجي هذا قد ولد من الآب لأن الكلمة بانتشافها يعني الكلمة خرجها من شخص فالمسيح فالمسيح الكلمة ولد أو خرج من عند الآب إذن فهو ابن الله وهذا هو اللقب الروحي وليس ابن الله بمعنى أن الله تزوج وأنجب شخص حاش لله لأن الله روح ويضع الله لأجل وحدته مع الآب فالمسيح يضع الله لأنه متحد وحدة مع الآب في الجوهر فحتى شعاع الشمس عندما يخرج منها يظل متصلا بها عمرك شفت شعاع الشمع الشمس بينزل الأرض دون أن يكون له اتصال بالشمس أبدا ويس وتظل الشمس في الشعاع لأنه منها فلا يوجد إذن تقسيم في الجوهر لا يوجد أبدا تقسيم في الجوهر فلا يوجد إذن تقسيم في الجوهر فالشعاع هو مجرد امتداد للشمس هكذا المسيح هو روح من روح وإله من إله الذي خرج من الله الآب هو هو بان واحد الله وابن الله والإسنان هم واحد الإسنان هم واحد الشمس وشعاع الشمس وابا الكريسة كانوا يستخدموا تشبيهات كثيرة محاولين شرح طبيعة الثلوس ونحن لا نؤمن بثلاثة أليها كما يدع البعض كذبا لكن نؤمن بأن الله الآب له كلمة وله روح وإنه لا يوجد أبدا شعاع شمس دون أن يكون هناك شمس وشعاع شمس خرج من الشمس وهم اتصل بالشمس والشمس فيه زي اتحاد الجوهر جوهر الإب هو من نفس جوهر الآب أستطيع أن أقول بكل جسارة أن الكلمة له نفس جوهر الآب الخالق ده الكونكلوجين ده الكل الخلاصة المسيح لم يستخدم الكلمة المعتادة التي استخدمها الأنبياء هكذا يقول الرب المسيح عمره ما قال هذه العبارة في كل تعليمه لم يقل المسيح هكذا قال الرب بل كان يقول وات يقول لي الحق الحق أقول لكم ليؤكد على لهوته ما فيش واحد من الأنبياء في العهد الأديم أبدا قال هذه العبارة عن نفسه الحق الحق أقول لكم لكن كل أنبياء العهد القديم كانوا يقولون هكذا يقول رب لكن المسيح واحده هو اللي بيأكد سلطانه أوريجانوس عشان الوقت بسرعة هاخد بعض الأقوال منه اللي أكدها يقول لنا إيه الآب يلد الإبن غير المخلوق ويأتي بالروح القدس ليس كما لو كان الإبن لم يكن له وجود سابق يعني حاجة ما فيش لحظة من لحظات الإبن لم يكن موجودة ما فيش لحظة من لحظات الكلمة لم يكن موجودة بل وجود الكلمة هو نفسه وجود الله وكما أن الله أزلي وأبدي هكذا أيضا كلمة الله أزلي وأبدي ليعلم من يقول بأن كلمة الله أو حكمة الله ليس أزليا أنه مزنب في حق الآب نفسه يعني أي حد يجي يقول كلمة الله ليس أزلي ولا حكمة الله ليست أزليا بمعنى أن لو جي حد وقال لنا أن المسيح ليس أزلي يكون مزنبا في حق الآب نفسه ليه إذ هو ينكر أنه كان أي الآب على الدوام أو أنه كان يلد الكلمة على الدوام أو أنه كان يملك الحكمة في كل الحقب السابقة سواء كان هذا الحق أزمنه أو دور بمعنى أنه من يقول هذا الكلام ينكر أن الآب كان عنده كلمة أزليا أو حكمة أزليا أنك تسلب الله من أزلية الكلمة والحكمة والعقل لأن الله أزلي وكلمته أزلي وروحه أزلي دي الحقائق كده يقول الكتاب يقولنا أيضا هنا قيل عن المخلص أنه نور وفي رسالة القديس سحنة الأولى نجد عبارة الله نور فإذا كان الأمر كذلك سنجد فيه برهانا على أن الإبن لا يختلف عن الآب في الجوهر وهذه هي الحقيقة مساوي للآب في الجوهر لهوت المسيح لم يكن اختراعه لهوت المسيح هو العقيدة الأساسية التي بني عليها الإيمان المسيحي رب يكون معكم